اشتركوا في القناة المسؤوليات المختلفة التي يتصدى لها الفرد سواء على مستوى أن يكون في صدارة القرار على جمع كبير من الناس أو يكون أصغر من ذلك بالنتيجة المسؤولية واحدة وعلى الرغم من أنها تتباين فيما بين حجم أولئك الناس الذين يخضعون لقرار مسؤوليته بين هذا وذاك تتصدر مسؤوليات كبيرة على هذا المسؤول وينبغي عليه أن يقود الدور بما ينبغي ينطلق من أنه يعرف جيدا محور وأيضا دكت هذه المسؤولية ليكون قائدا حقيقيا وصالحا لهذه المسؤولية لذلك عندما نقف عند تفسيرات وأيضا عند المسؤوليات التي تلقى على عاتق المسؤول حين يتصدى للمسؤولية نجدها أنها تتباين بحجم المسؤولية التي أخذها على عاتقه وأيضا حجم الناس الذين يكونون تحت قراره لذلك فأن المسؤولية مهمة والرجل الذي يتصدى لأخذ هذه المسؤولية أو الإنسان الذي يتصدى لهذه المسؤولية يكون الشجاع وأيضا هو المبادر بخير هذا في أول قرار عندما يتصدى للمسؤولية ولكن الأهم من ذلك أنه يكون على قدر هذه المسؤولية فبحجم الحسنة التي فعلها أول قراره وهو يتصدى المسؤولية هناك أكبر منها وهو إدارة هذه المسؤولية بالشكل الصحيح أيها الأحبة نبحث تعريف وأيضا جوانب وخبايا وأبعاد وأيضا نتائج المسؤولية وأشخاص المسؤولين وكيف يمكن للفرد أن يتصدى لمسؤولية معينة وما الذي يلقى على عاتقه وهو الملميزات التي يمتاز بها الفرد عندما يتصدى لمسؤولية معينة كل هذا نبحثه هذه الليلة وعنوان الحلقة التصدي المسؤولية وسبل النجاح برفقة أستاذ العلوم السياسية في جامعة كربلا الدكتور خالد العرداوي وعضو مجلس النواب العراق السابق السيد مناضل المسوي نذهب إلى تقرير ونعود رافقنا المسؤولية هي العمدة الأساسية في حياة كل شخص لأنها تحدد مصير نجاح أو فشل في الحياة ولذلك على المرء أن لا يستهتر أبدا بمسؤولياته بالنسبة للعملية السياسية في العراق أكثر من تجربة ما رأينا بها أكثر من مرحلة أكثر من انتخابات خاضة هذا الشعب وللأسف اختيار هذا الشعب كان حزبوي ما كان اختيار مستقيل بستراتيجية هدف واضح لبناء وطن وبناء بلد المواطن العراقي حالياً ما يشعر بالمواطنة أكثر ما يشعر بالحزبية وهذه مشكلة الحقيقية متى ما المواطن العراقي اختار شيء بصالح بلده ووطنه بمناء عن الحزبية ومزاجه وعلاقاته الشخصية الضيقة ومصالحه ومنافعه ممكن وطاع فيهم كذلك وعنصريهم موجودة ممكن يكون خير هذا البلد بالمستقبل القريب والله انت تعرف حياة الشعب العراقي ومشاكله هواي المسؤولية صارت صعبة من ناحية انه الانسان اليوم خاصة الفقير يعني نحشاد طبق الفقير يعني تدري هوايك امور من ناحية الانسان يجي مثلا يريد راحة يريد وضعية الكهرابة وهذه الحمد لله شك لها ما موجودة وتدري بوضعيتنا العمل قائل خاصة الاعمال البسيطة اللي نقول احنا اللي العمالة وغير العمالة يعني هذا يطلع على عمله مثلا يحصل لها 25 فورا ايجار مولدها وورا مصرف وورا طبيب وما شاء الله ديكاترها مصار التجارة رسالة وجهها البعض الى المرشحين ان مسؤولية الترشيح كبيرة جدا وعلى من يتصدى لها يجب أن يجد السبل الحقيقية للنجاح من اجل بناء البلد بافضل ما يمكن انا وجه رسالة للشعب بخصوص الانتخابات الانتخابات يجب ان يكون المرشح مسؤول ومقدر على كل شيء بيرادة الشعب اللي يريد الشعب المفروض هو يكون جدير به لانه اذا ما يصدى لكافة المشاكل اذا هو فاشل مصحيح فبعد النتيجة لازم يكون جدير بهذه المسؤولية المسؤولية طبعا اول شيء اول يكون الشخص اللي يتحمل المسؤولية يكون بالصورة الصحيحة اللي يؤدي واجبة بالصورة الصحيحة اللي يقوم ببعض الامور اللي هو يشوفها مناسبة ويقدر عليها بالصورة الصحيحة يعني مثلا اذا كانت امور اللي حسب المنصبة يكون بيها من امور فنية من معالجات الاوضاع اللي هو مسؤول عليها المسؤولية طبعا هو كل من يقول انا مسؤول على افنان شيء وهو ما يقدم هذا ما يعتبر مسؤولية عادة ما تكون سبول النجاح مرهونة بشخص مسؤول فمن يتصدى للمسؤولية يجب ان يكون قدرها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من كربلاء المقدسة لبرنامج نقطة ظوء احمد السيلاوي تحية للزميل احمد السيلاوي تحية لكم ايها الكرام والاحبة باسمكم ورحب بضيوفي استاذ العلوم السياسية في جامعة كربلاء دكتور خالد العرداوي حياك الله وايضا الاستاذ مناضل الموسوي عضو مجلس النواب العراق السابق حياكم الله ضيوفي الكرام وابدأ مع دكتور خالد دكتور خالد ما تعريف المسؤولية نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم استاذ مصطفى وتحية لمشاهديك الأعزاء تحية لحبكك وحقيقة انتم اليوم تسلطون الضوء على موضوع هو مهم للغاية يتوقف علي ليس فقط مصير الانسان ذاته وانه مصير المجتمع ولربما مصير البشرية قاطبة قضية المسؤولية انا في اعتقادي انه هي امانة اغرف المسؤولية على انها امانة امانة يتحملها الانسان سواء كانت هذه الامانة في اطارها المحدود الضيق او كانت في اطارها الواسع الكبير في كل الاحوال هي امانة وعلى من يحمل هذه الامانة ان يكون على قدر تحملها ويكون قادر على الحفاظ عليها يعني يكون مؤهل بشكل كامل الى انه يدرك معنى حفظ الامانة ويدرك تماما كيف يحافظ على هذه الامانة وكيف يوصلها الى اصحابها بشكل صحيح ولكن الامانة تختلف يعني مرة الامانة تكون اموال انا ادعها عندك وعند ذلك انه انت تكون مسؤول عن هذه الاموال ولكن مرة اخرى الامانة تكون منصب او ادارة او اسرة انت تكون مسؤول عنها وعليك ان تكون على قدر هذه المسؤولية في الحفاظ على هذه الاسرة وفي الحفاظ على الدائرة أو المنصب الذي أنت تتولى لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيته ولاحظ أنه من الإمام وصل إلى أنه المرأة راعية في بيت زوجها اليوم إذن هذه الأمانة مقترنة بالمسؤولية وأنه كثير من الناس لربما أحيانا يكونون غير مؤهلين أنه يحفظون هذه الأمانة ولذلك نلاحظ أنه حتى أمانة الإنسان على نفسه يعني نلاحظ أنه الله سبحانه وتعالى رفع الحساب عن المجنون حتى عن الذنوب التي يرتكبها لماذا؟ لأنه لا يدرك الأفعالة ولا يدرك الأمانة التي يتحملها لكن هذا الحساب غير مرفوع عن الإنسان العاقل ولذلك أنه الإنسان العاقل حتى لو ارتكب ذنوبا في السر الله سبحانه وتعالى يحاسبه عن هذه الذنوب وهنا يحاسب حتى لو كانت تخص نفسه لأنه في هذه الحالة هو تحمل أمانة نفسه عليه أنه يحفظ هذه النفس ويقومها ويرقيها وبالتالي يمنع تسافلها ولذلك الله سبحانه وتعالى أنه جعل أن الإنسان ممكن أن يرتقي إلى مرتبة وتعلو مرتبة الملائكة إذا استطاع أنه يرقي نفسه وهذا هو جوهر الأمانة ومرة أخرى ممكن أنه يعني عفوا أنه ممكن أن يرتدي إلى أسفل سافلين وذلك عندما يخون هذه الأمانة عندما لا يدركها ولا يستطيع أنه يحافظ عليها فإذا كان هو غير قادر على حماية أمانة ترقية نفسه وتقويمها والحفاظ على مسارها الصحيح فما بالك أنه هكذا إنسان لو تولى مسؤولية أسرة لو تولى مسؤولية مؤسسة لو تولى مسؤولية الشعب هو نفسه جعلها ترتد إلى أسفل سافلين فما بالك لو تولى أمانة أمة سوف يجعل هذه الأمة تكون كما جعلها فرعون كما جعل قومه أنه يستضعف طائفة منهم يستحيي نسائهم ويذبح رجالهم هكذا هو الحال أنه يقطع السبل ويقطع الوشائج بين الناس عندما يكون هو خائن للأمانة وغير قادر على تحملها بشكل صحيح يمكن اليوم تكرار تفضلت بذكر فرعون وكشخصية مرعبة في التاريخ وأيضا كانت نقطة ربما كل ما تقول عنها من سيئات هي متوفرة فيها ممكن تكرر مثل هكذا شخصية أو أفعال من هذه الشخصية في العصر الحالي؟ طبعا أستاذ مصطفى ما أكثر الفراعنة في حياتنا يعني اليوم أنت لاحظ أنه أحد فقهائنا يقول أنه الزناد يعني الأصبع الذي يكون قادر على أنه يضغط على الزناد لقتل نفس واحدة يكون قادر على أنه يضغط على الزر النووي لقتل البشرية قاطبة اليوم عندما نتكلم عن فرعون ليس فرعون هو حادثة وقعت في الماضي اليوم نجد الفراعنة بشكل كبير متجسدين في واقعنا المعاصر لاحظ الأب الذي يقتل أبناءه لأنه عنده خلافات أسرية مع زوجته أليس هذا يفعل فعل فرعون؟ لاحظ اليوم أنت المعلم الذي يرتكب الأفعال اللا أخلاقية أو أنه لا يقوم بتعليم التلاميذ منهج العدل ومنهج الإصلاح والعلوم الصحيحة ألا يقوم بأفعال فرعون؟ لاحظ اليوم أنت القائد السياسي اليوم عندما تمتد يده إلى أموال الناس وإلى أعراضهم ويشوه قيمهم ويخرب مؤسساتهم هو يقوم بأفعال فرعون حقيقة الفراعنة كثيرون في حياتنا نحن نحتاج حقيقة إلى مصلحين المصلح هو الذي عندما يتصدى للمسؤولية المصلح ويأخذ مكان الصحيح في المعادلة عند ذلك سوف تجد أن الأسرة تستقيم والمدرسة تستقيم والمسجد يستقيم يعني هذه أخليها بينهلاليا لماذا أقول المسجد؟ لأنه كثير من الخطباء عندما كانوا جهلة وكانوا لا يفهمون الدين جعلوا المسجد أداة من أدوات التعصب والتطرف والغلو ولاحظة التنظيمات الإرهابية ماذا فعلت بالعراقيين؟ بل ماذا فعلت بالبشرية؟ من انطلاقا من مساجد لأئمة لم يكونوا على قدر المسؤولية ولم يكونوا مؤهلين أنه يحملوا أمانة الوعظ والإرشاد للناس نعم خلينا ننتقل لعضو مجلس النواب العراق السابق الأستاذ مناضل موسوي حياك الله أستاذ مناضل عبر الهاتف وأهلاً ومرحباً بحضرتك دكتور خالد يقول أن لدينا الكثير من الفراعن اليوم نأخذ من جانب المتصدين للمسؤولية الأمثلة الأولى التي تفضل بها الدكتور العرداوي نأخذ الجزء الآخر منه وهو المتصدين المسؤولية الكثير منهم اليوم لم يأخذوا دور فرعون كله فيأخذون جزء مهم من سلوكه أسأل حضرتك ما التعريف الأشمل للمسؤولية من وجهة نظر جنابك أستاذ مناضل نعم أستاذ نعم تسمعني سمعت السؤال صحيح يعني صوت الزيدي ما جاهز سمعت أنت على الهواء أستاذ مناضل المسوي الآن تسمعني صحيح؟ أستاذ مناضل المسوي الآن تسمعني صوتي واضح عندك؟ أرجو الزملاء إن شاء الله يعودون الاتصال ويا الأستاذ مناضل المسوي حتى يسمعنا بوضوح وأعود لحضرتك دكتور خالد يعني عندما نتحدث عن مثل هذه السلوكيات التي تفضل بها حضرتك وأن الكثير من الشخصيات افتعدوا كثيرا عن المتبنيات التي تبنوها والشعارات التي طرحوها هل هذا النقص بأصل البرنامج الذي وضع من قبل الشخص أم هي قضية مسار الحكم وسار مع مسار الحكم وأنتج هذه الأخطاء؟ نعم أنا في اعتقادي أنه وهذا طبعا الأمر شهدناه خصوصا نحن في العراق في السنوات الأخيرة أنه المواطن يخذل يعني يصاب بالخذلان من أشخاص وضع الثقة بهم من أشخاص وضع الثقة بهم أعتقد أنهم سوف يغيرون حال الناس من حال إلى حال أفضل غرت الشعارات التي هم يتبنوها كانت الشعارات براقة جميلة تتحدث عن إصلاح وتتحدث عن فردوس أرضي ممكن يحققوا للناس ولكن للأسف أنه لاحظنا بعدما أنه تصدوا للمسؤولية وأمسكوا فعلا بكرسي المسؤولية لم تسعفهم سلوكياتهم بل وجدنا هناك انهيار وارتداد عن كل الشعارات والأيدولوجيات التي طرحوها اختلفوا مع الشعارات التي طرحوها فضلاً عن الأمور الأخرى هذه نقطة مهمة جداً أود مالياً تقف عندها دكتور لكن اسمح لي أن أنتقل لسيد مناضل موسى عضو مجلس النواب العراق السابق تحياتنا لحضرتك الآن تسمعني سيد مناضل صحيح؟ لا، لا أسمعني المقدمة ولا أسمعني التغمج نعم، الآن تسمعني صحيح؟ ألو؟ أستاذ مناضل تسمعني الآن؟ ألو؟ أستاذ مناضل موسى تسمعني؟ للأسف، أرجو من الزملاء يأمنون الاتصال بشكل صحيح وأيضاً أرجع لحضرتك دكتور خالد وكنت تحدث عن نقطة مهمة وددت أن نقف عندها بشكل دقيق يعني كثير من المسؤولين يعني يتحدث عن أنه أكو ظلم من قبل المواطنين تجاههم وبعض الأحيان يكون سقف الطلبات من قبل المواطنين كبير ومشكلة أن تكون المؤسسة أو الدولة أو ما يديرها هو فيه الكثير من التلقاءات وربما العملية السياسية في بلد معين تكون هي متخبطة وبالنتيجة يرمي مشكلة التقصير في السيستم بشكل كامل وليس بشكل عنده شخصياً وأيضاً يبرر ذلك يعني يبرر بذات العذر عدم تطبيقه الشعارات التي تبناها قبل الانتخابات وقبل أن يستلم زمام المسؤولية نعم دعني أخبرك شيء أستاذ مصطفى ومن خلالك للمشاهد العزيز هو أن هذا المسؤول الذي تصدى للمسؤولية ثم بعد ذلك بدأ يبحث عن الأعذار للفشل وللانتكاس هذا لم يكن أولاً لم يكن مؤمناً إيماناً حقيقياً بالشعارات التي كان يطرحها لو كان يؤمن بهذه الشعارات وفعلاً كان يريد إصلاح حياة الناس وعندما اكتشف أنه غير قادر على القيام بهذه المهمة لو كان فعلاً مؤمن بهذه الشعارات لا تقدم بالاستقالة وتراجع وترك المجال لمن هو أكثر أهلية منه ولكنه للأسف هذا نوع من النفاق النفاق الإنساني للأسف هذا الأمر أن النفاق يجعل الإنسان يبحث عن الأعذار ولا يحمل المسؤولية لنفسه حتى وإن احتبر هذه الفترة أنها محاولات لتطبيق الشعارات والمتبنيات والبرنامج الذي وضعه لنفسه يا سيد الكريم أنا كمواطن وأنت كمواطن لا نريد الشعارات المعلقة في السماء نحن نريد الشعارات تطبق على الأرض اليوم عندما يكون فعلاً قادر على معالجة مشاكل الناس ويستطيع أن يقدم الخدمات بحيث تكون ملموسة يلمسها المواطن عند ذلك لا تظن أنه الناس سوف تنتقده بالعكس الناس سوف تثق وتحترم الإنسان الذي يستطيع أن يقدم الخدمات إلها ما فائدة المسؤول وما فائدة القائد السياسي وما فائدة نظام الحكم بالكامل نحن ندرس أنظمة الحكم واحدة من الأشياء التي أوجدت نظام الحكم نظرية العقد الاجتماعي هناك عقد بين الحاكم بين السلطة وبين الشعب على السلطة أن تقدم خدماتها للشعب وهذه الخدمات الأمن وخدمات الاستقرار وخدمات الصحية والتعليمية والحقوق والحريات وبنفس الوقت سوف تأخذ من الناس الطاعة والولاء والإيمان والانتماء لهذه السلطة لكن عندما تكون السلطة غير قادرة على تقديم الخدمات للناس وتريد أن تفرض نفسها فرضا عليهم عند ذلك سوف تكون خيانة للعقد الاجتماعي سوف يفقد الناس ثقتهم بهذه السلطة وعندما تفقد الثقة بين السلطة وبين الشعبها عند ذلك لا تنفع الأعذار أنت اليوم كمسؤول تحتاج إلى أنه تقدم خدمات حقيقية للناس تعالج مشاكلهم لا أن تقدم أعذار لهم لأن الناس حقيقة هم يعرفون أنهم بوحدهم غير قادرين أنهم يقومون بهذه الأفعال ولذلك هم ما أعطوك المسؤولية نعم جدا واضح دكتور خلينا ننتقل لأستاذ مناضل أستاذ مناضل الموسوي الآن تسمعني صحيح؟ أستاذ مناضل الموسوي أيها الأحبة خلينا نذهب إلى الاستطلاع بما تبقى من الوقت ضروري أن نقف عند الاستطلاع أيها الأحبة والكرام هذا الاستطلاع بين الناس نتابع نشاهد رأي الناس بالمسؤولية وربما يصفي على رأيهم المسؤولين الذين واكبونهم مجموعة سنين نشاهدهم معا ونعود رافقونا أحد الأبواب العامة أو الأبواب الشخصية لدينا اليوم نختار باب مهم جدا بالمجتمع والشخصي هو باب النظافة فيما نتكلم عن النظافة النظافة هي النظافة من الإيمان نحن كشعب مسلم لأنه نعي أنه ما هي النظافة النظافة تكون شخصية النظافة ممكن تكون عامة النظافة تكون بالمؤسسة شارع عام لم يصير اليوم أشمر النفايات بجانب الحاوية حشاكم فأنا ممكن أن أكون نظيف عندما أنصح هذا وأنصح الشخص عامل النظافة هو مو شخص مسؤول عنه حتى ينظف بيتي عامل النظافة هو شخص موظف على أنه ينظف لك جزء معين يعني لو أخلي كل شيء على عاتق الحكومة حكومة غير قادرة على إنجاز هذا الشيء لكننا مسؤوليتنا مسؤولية جميع أنا اليوم لازم نتكاتف أنه شون نظف مكاننا نظف شارعنا عادي من أن أشوف شخص يزرع لي فد نبته بباب بيته عادي من أن أشوفها حاوية مناسبة نلطيفة شكلها نظيف على المدى أنه نرم النفايات بشكل مناسب ليش إحنا حاطين مثلا حاوية والكل يرمي بيها وإن امتلئت هذا عامل النظافة شي صير مثلا ما راح يقدر ينجز هذا العمل لأنه هو ساعات فمن كل اللي بيوترمي هذه النفايات بهذا المكان فأكيد ما راح يلحك لابد أنه نخلي أمرنا يعني سير بأتم ما يكون أنا كمواطن عايش بهذا البلد مسؤوليتي أنا حافظ على أمن البلد مو بس ناعتمد على الجندي أو الشرطي يجب علينا نحافظ أو نساعد الشرطي بالاعتماد على أنفسنا فكل إنسان مسؤول عن نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤولين عن رعايته صدق رسول الله المسؤولية هواي بها أمور يعني وصنا رسول محمد وقال كلكم راعي وكلكم مسؤولين عن رعايته فيعني المسؤولية هواي بها أمور مثلا ربه لأسرة اليوم مثلا لازم يكون أسرة ناجحة وثامرة ووصلهم ودرسهم هاي كلها بمسؤوليته يعني أمور الحياة هواي لازم أنا اليوم كطالب اليوم لازم أدرس وحقق نجاح لأنني اليوم أهل الدازيني أدرس لازم أنا أنجح أتفوق وهواي أمور يعني به حقيقة الموضوع ذو أهمية من جوانب متعددة موضوع التصدي للمسؤولية نحن كهيئة تدريسية هنا وحتى كجامعة كمؤسسة علمية لها مجموعة جوانب مهمة الجانب الأهم من عدها هو نقل الرسالة العلمية بالشكل الصحيح والحقيقي للطالب طبعا هذا راح ينعكس على سوق العمل من أن أخرج طالب ذو علمية جيدة ذو مكان اجتماعي مرموقة بالنتيجة هذا راح يؤدي إلى خلق فئة اجتماعية ذات تأثير مجتمعي على المجتمع بالإضافة لذلك نحن نشوف أنه أغلب الخريجين الموجودين في جامعة أهل البيت عليهم السلام تصدوا للمسؤولية قسم من عدهم أعضاء برلمان قسم من عدهم أعضاء مجلس محافظة أنا دائما أراعي أنه الجانب العلمي هو جانب أساسي في تطبيع جانب المسؤولية يعني الإنسان اللي يصدى للمسؤولية إذا عنده إحاطة بالجانب العلمي بالجانب المهني هذا نحن نقول إنسان من خاف من عنده ليش؟ لأن أولا إراعي الجوانب العلمية الجانب الجوانب الحقيقية لتمثيل المعرفة اللي هو يمتلكها بخصوص المسؤولية المسؤولية هي مسؤولية الجميع يعني كلكم راعنا وكلكم مسؤولية راياته فالمسؤولية هي تبدي يعني من ضمير الإنسان يعني ضمير الإنسان بعمله بخلاصه بالهيكل ماته يعني الكادر ماته شون يسيره شون يعلمه يعني ينهج على الصحيح فحتى يعني الصغار لهم مسؤولية الكبارين هم مسؤولية فلذلك المسؤولية هي يعني مسؤولية الكل وكلنا نحن يعني لازم سرعد نحرص على هذا البلد وعلى دوارنا وعلى نظافة البيئة ومالتنا فهي المسؤولية قلت لك يعني تعم على الكل يعني مو تخص واحد أو اثنين أو المثقفة أو الجسمة فهي المجمع عام المجتمع عام المسؤولية تحية للزميل أحمد السيلاوي تحية لكم أيها الأحبة باسمكم وجد الترحيب بضيوفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة كربلاء المقدسة دكتور خالد العرداوي وعضو مجلس النواب العراق السابق الأستاذ مناضل الموسوي وتسمعني الآن سيد مناضل تسمعني بوضوح صحيح أستاذ مناضل الموسوي تسمعني الآن أسمع تلات المحجزة أسف أنها صوت واضح جدا إن شاء الله الأخوة بالكنترول يعلوا تحية لحضرتك ورحب بجنابك رح من وقت حضرتك الكثير وإن شاء الله نعوضك بشيء من الدقائق أسأل حضرتك كانت مقدمة بها الكثير من التفاصيل ويأستاذ دكتور خالد العرداوي وأسأل جنابك التعريف الأشمل للمسؤولية من وجهة نظر حضرتك موضوع المسؤولي أنه سبق وأنه تفضل أخي الدكتور خالد العرداوي بتوضيحه كامل أخذ الجانب الشرعي والجانب الأخلاقي في التعريف وهو مسؤولية الفرد قبل أن يكون مسؤولا عن غير المسؤولية عن نفسه المسؤولية عن المجتمع بأكمل عندما يتفضل المسؤولية وكذلك المسؤولية تصل إلى حد عامل النظافة المسؤولية تتجاه العمل المناطبية أو المكلد فيه والذي يتقال عليها أجرا موضوع المسؤولية اليوم اللي يحدى برنامجكم مع قرب الالتخابات هو يتعلق لالتخابات في مجلس النواب ومن هو المواحل لكي يكون عضوا في مجلس النواب ويستطيع تلك الشعب تنقيل صحيح فلا داعي لإعادة ما يفضل به الدكتور خالد العرضاوي من توضيح المسؤولية وموضوع الأمانة حقيقة هو أؤكد عليه أنه يرتبط ارتباط مباشر بالمسؤولية وبالتالي هناك معايير للتنفيذ النياضي يجب أن تتمثل في شخص المرشح وتكون هناك قناعات لدى الناخبين لاختيار المرشحين لا على أساس الانتماء للقبيلة أو الحزب ولا على أساس الانتماء المناطقي وإنما يكون على أساس الكفاءة المهنية المصداقية لأن عمل مدينة النواف هو رقابة تشريعي بمعنى أنه يركز على نقطتين اللي ولا الرقابة وهو مراقبة عمل وسارات الدولة وما تقدمه للمواطن وما تحتاجه من قوانين وقارات تقدم ما هو أفضل للمواطن وعلى هذا الأساس نعود إلى موضوع التشريع لكن يعني مع شد لأسف أنه في الانتخابات السابقة من أول أيام التشكيل الجمعية الوطنية والدور النيادية الأولى والثانية والثالثة والرابعة الحالية كان هناك قانون الانتخابات قانون مجحف وهو قانون بقوائم وكذلك أنه المجموعة المجموعة لكل الصوات التي تتصل عليها القائمة تستطيع القرفة كذا عدد من مرشحها في حين أن هناك نواط أو مرشحين أخذوا أصوات أعلى من غيرهم كما معناه أن هناك لديهم مقفوضة اجتماعية وقريبة من المجتمع ولم يحفر على فرصان بأنه في القاتل الانتخابي تقصد أنه أكون مشكلة جوهرية في القانون الذي كان يحكم العملية الانتخابية النائب أو المرشح هو قريب من المجتمع لكي يشعر بمعاناته ويستطيع النائب أن يصل إلى النائب ليصل معاناته لكن الحرافة التي حدث في العملية السياسية في العراق هو السبب التلك والمحسوبية في وزارات الدولة عموما لذلك تحول دور النائب من غقابي تشريعي إلى دور المعقد وهذا يتحمله البرلمان لسبب أن الاستغلال الموضوع يعني الاحتياجات الخاصة للمواصلين سيد مناضل تسمعني مو نعم أسمعك واضح نعم أريد أن أخشك بهذه النقطة طبعا قبل أن أدخل وياك باللي تفضلت بي حضرتك أعدت السؤال ويا جنابك بتعريف المسؤولية لأنه وددت أن أعرف هل هناك تباين في معنى وتعريف المسؤول والمسؤولية بين الأكاديمي والذي عمل كثيرا في المسؤولية حضرتك أربع سنين أنت مسؤول في مجلس النواب وتحمل مسؤولية عن كل الشعب العراقي لذلك وددت أن أعرف هل هناك تباين بالتعريف أولا ولكن على أرض الواقع المسؤولية المناطة بعظم النواب هو الرقاب والتشريع مراقبة أداء وزارات الدولة وتقييمها ومحاسبة المقصر الذي لا يستطيع تقديم الخدمة للمواطن هذا دور النائب من ناحية الرقابية وهذه المسؤولية النائب من ناحية الرقابية أما من ناحية تشريعية فهو تتواصل النائب مع الوزارات والدواهر وحاجة الدواهر إلى قرارات يجب تناكي مجلس النواب لكي تستطيع الدواهر والوزارات تقديم الخدمات أفضل لجول معوقاته هذا على أرض الواقع أما من ناحية الأكاديمية فلا يوجد اختلاف من ناحية الأكاديمية والناحية الشرعية المسؤولية هي طبق وأنه تناقشنا قبل أيام ما عضرتك حول نظرية العقد الاجتماعي لغض النظر عن أنه كان في الفكرة غربية أو إسلامية لكنهما احنا كمسفينينا أخذ أنه نوجد نظر إسلامي المسؤولية كلكم رائعا وكلكم مسؤولية بما يوجد اختلاف لكن الخلل بالتطبيق لأن النائب تحول إلى معطب وليس نائب وهي بين قوسين طبعا والعهدة على القائل أسأل حضرتك لذلك بما أنه التعريف واحد والمفهوم واحد ومتفق مع اللي يتفضل به دكتور خالد العرداوي أسألت دكتور خالد قلت له أنه ربما البرنامج الحكومي العام أو شكل الحكومة وشكل الجو والعملية السياسية ربما تكون مبرر لأعذار بعض المتصدين المسؤولية كان رأيي دكتور خالد أنه من لم يستطع أن يطبق برنامج الانتخابي وما وعد به شعبي خلي استقيل وما شفنا هواية استقالات للمسؤولين بدورة حضرتك والقبلها والقبلها ولا حتى هذه الأخيرة يعني اللي صار في دورة الثالثة على أعتبار أنه كنت أحد أعضاها نعم هي المشكلة اللي موجودة حقيقة أنه مسألة التحزف تحزف الوزارات والمحاصطة في تقسيم الوزارات يعني أتذكر أنه واحدة من الحوادث عندما تم تقديم طلب الاستجوار لأستيدة وزيرة الصحة في عينها اتفق حزب معين مع بعض الأحساب التي وزراء عليهم معاشرات فسادة أو معاشرات فشل في عملها على أنه لا يتم التصويت على إقالة الوزيرة بمقابل عدم القبول استجواب وزراء الكتل الأخرى وبالتالي يفشي العمل للبرلمان بهذا التجار لذلك كانت هناك مطالبات مستمرة بأن تكون الحكومة حكومة تكنولترات مستقلين عن الأحساب لا يجب أن يكون هناك متحذف في الوزارة وهذا السبب الفشل الفشل الآخر أن اتفاق على سبيل المثال أنه رئيس الوزارة شخص رئيس الوزارة مع رؤساء الكتل على أنه يتستر على فساز وزيرهم بمقابل أن تبقى أصواتهم أصوات هذه الكتل داعمة لرئيس الوزارة حتى لا تدميقالته لأن الخلل الأساس هو يكون فيه رب الوزارة وهو رئيس الوزارة وهو المتصد الأكبر أما الخلل الثانوي رغم أنه البعض حتى الخلل الأول هو فشل الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب في أداء دورهم الرقادي بالأساس جميل جدا أما من ناحية التشريعية فكثير من القوانين الموجودة لكنهم لا تحظى على رضي الواقع بالتطبيق إلا بالعلاقات لذلك أنه بعض الوزارات تستغل تستغل بأغراض دعائية أيام الانتخابات وتتم موافقة الوزارات جدا واضح طبعا أستاذ يكون هذا المرشح هو فالس الانتخابات القادمة أستاذ نمو سوي طبعا أسمح لي أنا قاطعك لضيق الوقت أسأل حضرتك أيضا سؤال المسؤول في أي من المسؤوليات المتصدي لم يستطع أن يطبق برنامجه اللي وعد بيناسا اللي ينتخبوه وعدم استقالته على الرغم من عدم إمكانية تطبيق هذا البرنامج بوجهة نظر حضرتك بماذا تصفه يعني بالأساس لأساس أنه لم يكن هناك أي مشروع لحكومة أو أي برنامج انتخابي لأي حكومة استاذقة على مسؤولي حكومة استاذقة لكن في هذه الدورة حدث هناك استقالات كثيرة وانصحب بعض الوزراء وقدم استقالاتهم لبعض دراء الدول لأن بعض الكتل السياسية خافت من أن تفقد مكانتها في الشارع رغم أنه بالحقيقة فقدتها يعني اليوم نشوف أنه الفاجعة اللي صارت في محافظة استقالاته أنه رئيس الصحة قدم استقالته لكن ما أنه ما نكتسب تقديم استقالة الوزير وعدم محاسرته وانتان لما كان متصدل للمسؤولية الموضوع مو باستقالة استقالة وانصحاب وانما الموضوع يجب أن يكون هناك برنامج حكومي صحيح يقدم إلى البرلمان وعلى أساسه يتم قبول الشخص كرئيس الوزراء يختار كابتة الوزارية على أساس حكومة تكنقراط المستقلة بعيدة عن المحاصصة والتحذف مجلس النواب ما يقبل سيد مناظل يعني أعتقد أنه اللي أذكر أنه عندي لقاء سابق على قناة تجلي قبل أكثر من خمس سنوات أو شس سنوات كان أنه القانون الانتخابي غير منصف للشعب لكن اليوم القانون الانتخابي يقول أنه أعلى الأصوات هو اللي متلتار الانتخابي ثانيا ثانيا أنه تعدد الظوائر الانتخابية خلى أنه المرشح يكون قريبا من أبناء دائرته وبالتالي الكرة الآن على هذا القانون في ملعب الشعب جدا نوعا عليهم اختيار من هو يمثلهم تنثير حقيقي ومن هو من جسدتهم لا أن يأتي أيام الانتخابات ويحمل لي أكياس الطحين ويسع بطانيات وينقل من وحدة العسكرية وحدة العسكرية نعم جدا نوعا ويطرق أصرات نعم وأنه يكون قريب منهم خليني أنتقل وممكن أنه يصل في أي وقت نعم خليني أنتقل بالدقيقة والنص للدكتور خالد دكتور خالد أسأل حضرتك سؤال أخير لإتمام الفكرة لماذا لم تتمتع الحكومة سواء التنفيذية والتشريعية أو حتى القضاء بمتابعة المسؤول لتطبيق برنامجه اللي وعد بي ناسه وبالنتيجة على أساسه أن تخبو الناس طبعا شفتك تأيد الكثير ما تفضل به سيد مناظل ولكن ما عند الوقت المتوفر لنقاش ذلك تفضل أنا بداية أنه أيضا أنه أوجه تحية لصديق العزيز السيد مناظل الموسوي لصراحة حقيقة لتكلم بها حول الواقع السياسي العراقي هذه الصراحة المحهودة من السيد الموسوي ليست غريبة ما تكلم به هو الذي يجيب على السؤال الذي طرحته علي الآن هناك تواطئ على الخيانة وليس تواطئ على الإخلاص وعلى حفظ الأمانة ولذلك تلاحظ أن هناك وزير لا يتم استجوابه لأن مقابل وزير آخر مقصر لا يتم استجوابه ورئيس حكومة لا يتم حجب الثقة عنه مقابل تستر على ملفات الفساد لكتل وأحزاب معينة هذا يدل على أنه سيستم إدارة الحكم في العراق فيه مشكلة وأنه يتواطئ على خيانة الأمانة ولا يتآذر على حفظ الأمانة ولذلك أنه هذا يجعل أنه المعاقبة والمحاسبة لا تكون سيدة الموقف أنت متى تحاسب عندما تكون مبسوط اليد وعندما يكون لديك سلطة إنفاذ قانون حقيقية وعندما تكون عامل من أجل تطبيق هذا القانون أما أنه أنت تتواطئ مع الآخرين على أنه تتستر على خيانتهم لأمانتهم على تقصيرهم على الجرائمهم التي ترتكب هذا يدل على أنه نالك خطأ كبير وهذا يجعل سياسة الثواب والعقاب مفقودة في هذا البلد شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ العلوم السياسية في جامعة كربلاء المقدسة دكتور خالد العرداو شكرا جزيلا لما تفضلت به شكرا أيضا لعضو مجلس النواب العراق السابق الأستاذ مناضل موسى وكل الشكر والتقدير لحضرتك أيها الكرام سادة الأحبة ختاما لكم مني ومن أسرة العمل أجمل التحايا وإلى الملتقى